والكل بيتحمل في سبيل مصلحة نادي زمالك ويمكن حتى خلال هذا الأسبوع لم تتوقف الرسائل سواء من نقد أو من تجريح أو من مؤذرة من المؤيدين لمجلس الإدارة لكن عجبني جدا خلال 48 ساعة مضية إصرار شديد من المستشار مرتضى منصور على عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي في الصالة المغطاة الرئيسية داخل جدران القلعة البيضاء ودعى كل من هو حتى مختلف معه في الكثير ومختلف مع مجلس الإدارة في كثير من الأمور سواء في إدارة نادي زمالك أو في كرة القدم أو فيما يخص بعض التساؤلات وبعض الحقق وبعض الأرقام حول الأمور المادية داخل نادي زمالك وعمل حتى منصة للمختلف معه أو عمل منصة لمنتقدي مجلس الإدارة وسياس المستشار مرتضى منصور في إدارة نادي أو في قيادة نادي أو في فريق كرة القدم لكن جاءت رياح بما لا تشتهي السفن ونظرا للضغوط الشديدة على يمكن الكهرباء على مستوى جمهورية مصر العربية انقطاع طيار الكهربائي بعد يمكن بدايتنا للمؤتمر بحوالي أقل من نصف ساعة ورغم كده المستشار مرتضى يمكن الوحيد اللي يكمل بعض الأسئلة لبعض الإعلامين زملائنا اللي كانوا موجودين داخل الصالة وقال ان غدا مؤتمر صحفي تاني اللي أمام حضراتكو هنتابع فيه وكل اللي مختلف حتى معايا واللي مختلف مع مجلس إدارتي وينطاقت بعض قراراته يجي ويعبر عن وجه نظره وهنتابع وهنرد عليه ويمكن يكون تانا المتولي الأسئلة اللي كان خلى كل واحد يكتب السؤال اللي هو عايزه أو يكتب اسمه وكان هيتلع على منصة ويسأل السؤال اللي هو عايزه بدون أي يعني نقول حرج وبدون أي قيد أو شرط وكانت وصلت الأسئلة وأنا كنت عادة على المنصة لاربعين سؤال كانوا حتى لحظة انقطاع الطيار الكهربائي نظرا للضغوط العالية والجو الحار الشديد جدا جدا على أنحاء جمهورية مصر العربية ورغم ذلك أصر المستشار مرتضى على عقد المؤتمر أمس متحدث فيه في كثير من الأمور هنتابع يمكن الكثير من الأمور فيها النهاردة في أكثر من جزء تحدث فيه في كل الأمور المادية وغير المادية والفنية فيما يخص فريق كرة القدم والالتزامات على النادي الزمالك والحجوزات داخل النادي الزمالك وتاريخ طويل يمكن منذ تولي المستشار قيادة سفينة الزمالك من في العشر سنوات أو تسع سنوات الأخيرة من حوالي 2014 وحتى هذه اللحظة هنتبع في أكثر من جزء كل التفاصيل لكن ركز على حاجة وركز على نقاط مهمة جدا ويمكن أنا شخصيا حابب برضه ركز عليها أني أوجه دعوة لكل أصحاب الصفحات وأصحاب الانتقادات أنهم يشرفون داخل نادي الزمالك ويشرفون في المؤتمر ودي رسالة واضحة للجميع تقبل النقد البناء طالما النقد في مصلحة نادي الزمالك اللي هو له فضل علينا كلنا وطالما بعيد عن التجريح وطالما ليس موجها لشخص ما أو ليس موجها لصالح شخص ما أو ليس موجها لانتقاد مجلس الإدارة من أجل فقط انتقاد مجلس الإدارة وليس إلا موضوع الثاني كان تحدث فيه أمس عن المؤذرة الجماهرية ومن وجه نظر المؤذرة الجماهرية لنادي الزمالك اللي الفريق طبعا أنا عارف أن الفريق بيمر بكبوة كبيرة جدا وأنا يمكن في بعض الأحيان بيصبني بعض أو كثير من الأحباط حول فريق كرة القدم لكن في نفس التوقيت برجع تاني وأقول أن نادي الزمالك أو عادة رجال نادي الزمالك وأبطال نادي الزمالك وبطولات نادي الزمالك في كثير من الأحيان يعني بتنشأ من زي ما بيقولوا من رحم المعاناة الشديدة جدا ويمكن أعربها بطولة الدوري الممتاز وكان زمالك ممنوع من القيد وفعلها أبطال ونشاء نادي الزمالك مع نجوم نادي الزمالك واستطاع تحقيق بطولة الدوري الممتاز في بطولة من وجهة نظر من ألز وأطعم بطولات نادي الزمالك في كرة القدم منذ فترة طويلة جدا مع جزوالد وفرير المدير الفني لنادي الزمالك وكان لها طعم مختلف تماما عن بطولات نادي الزمالك الصبقة في كرة القدم لما بتبقى بطولة صعبة أو أنت مش متوقع تحقيق إنجاز أو بطولة وفي النهاية تحقق البطولة بأداء عالي جدا وبأداء قتالي وبأداء حماسي وأداء بطولي اعتقاضي الشخصي زي ما قلت قبل كده في نفس المكان وفي نفس القناة أن أمور نادي الزمالك بيهموا الأداء والمهارة والقتال والحماس قبل النتائج فما بالك أن النتائج تتويج وما بالك أن الأداء في حماس وقتال وبطولة وده للتحقق في بطولة الدوري الموسم الماضي